السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن م سي بي. موديل كونتاكس بروتوكول. وهو تعريفه. موديل كونتاكس بروتوكول ام سي بي. is an open protocol. that enables seamless integration between LLM and external sources and tools. وتعالوا نفهم الكلام ده معنا ازاي? الصورة دي بتوضح لي اهمية ان انا نتعال معها الام سيفر. لو انت اشتغلت على اكتر من اي اي او الاعلام وليت نفسك بتستعمل نفس التولز نفس الادوات. او نفس بتكررها لكل بروجيكت. هي رأيك نخلي كل البروجيكت تتعامل مع سيرفر. السيرفر ده بيسميه فيه فيه والسيرفر ده بتتعامل مع تخيل بقى انك في وعندك كل جهاز في بروجيكت. بيتعامل مع تولز. لأ نخلي كل الاجهزة كل الديبايسز او كل او كل الفريق بتاعي بيتعامل مع نفس السيرفر. والام سيفي سيرفر ده موجود في مكان واحد بس. وكل البروجيكت او تطبيقات بعملوا على السيرفر ده. ممكن يكون سيرفر او اكتر من سيرفر. تخيبا اكتر من محتاجة نفس الادوات. يعني محتاجة مسلا تعمل او تسأل عن في الحالة دي كلهم بيأكسسوا نفس سيرفر. ده طبعا بطريقة ستاندرد بيوفر علي وقت كبير جدا. لو عندي اكتر من سيرفر ممكن تو تيننتس يكمنيكاتو مع ام سي بي وان. وتيننت تالتة مع ام سي بي تو وهكذا. دي الجرام ده موجود في مقالة على موقع ميديم. بيقولك كان الاول ممكن يتعامل مع اكتر زي مسلا او او جتاب. وكل او كل شركة بتعمل الموضوع اتغير. بقى موجود عندي هنا سيرفر. بسميه موديل سيرفر او ام سي بي سيرفر. بقى تتعامل معه بطريقة واحدة بس وهو مسؤول عن انه يدخل على ويجيب لي الداة اللي انا عايزة. يمكن هنا الا الا موضل مش كلمة دقيقة قوي. ممكن نسميها مسلا او ايجنت. طيب انا عندي هنا. والتولز والنهاردة احنا نركز شوية على التولز. والتولز دي اللي هي الادوات. اللي ممكن تتعامل مع تجيب لي مسلا داتا او داتا جو داتا بيز. فالتعامل بينها وبين عبارة عن كومنيكيشن. وهنا بتديني الفايز اللي انا عايزة. بتديني داتا سورس اللي انا عايزة. ممكن تدخل على داتا بيز وتجيب لي اللي انا عايزه. لكن هي يعني ما قدرش عمل عن طريق بقى انا بكتب هنا بحيس ان اليوزر او ال الام مسلا هيبعد زي مسلا يقول له عايز عمل مسلا لكن في السفر بتقوله لما بتيجي تعمل قسمها لنقط. واكتب سكشن لكل مش عارف ايه وهكزا. يبقى انا بكتب بابعت من هنا بس للبرومت تامبلت. عشان تكمنيكيت مع السيرفر عندي اكتر من عندي وده بيكون عن طريق ستاندرد اي او. لما اتعاون مع ريموت سيرفرز. بيكون عن طريق اتش بي بلس اس اس اي. اللي هو سيرفر سنت ايفنت. وده بيكون عبارة عن يعني ايه? انا بسلا بيكون على السيرفر. السيرفر اي ايفنت بيحصل بيرجعه. وبيكون السيرفر كومنيكيشن. ايه اللي ظهر جديد كمان وده ممكن يكون ستاتفول او ستاتلس. هنا ده بيوضح لي ام سي بي تولز ممكن تعالوا على او 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 ده ده الدياجرام الموجود على الموقع الرسمي للام سي بيقولي دلوقتي ممكن يكون عندي والهوست ده هو اللي فيه اكتر من كل ممكن يأكس على سيرفر معين. عن طريق ام سي بي بروتوكول. ام سي بي سيرفر اي مسلا بيدخل على بي فيه تانية مختلفة. اما عندي ام سي بي سيرفر سي ممكن نعطلي اي بي اي زي اكس على سيرفر سين. ثرو الانترنت. قلني ازا بقى في ام سي بي سيرفر. ام سي بي سيرفر بيديني اكتر من طريقة ستاندرد عشان اعرف التولز الموجود عنده والريسورسز والبرومتز. يعني اول ما عليه وهو بالنسبة لي دلوقتي ممكن يقوله دلوقتي واريني كل التولز الموجود عندك. يقوله التولز الموجود عندي عبارة عن لستة وفيها تول وان تو ثري وهكزا. طب اي الموجود عندك? يقوله كل الريسورسز. طب اي البرومتز? يقوله كل البرومتز. طيب وقت الجد بقى في الريل طايم. ايه اللي بيحصل? الايجنت بيبعد كل المعلومات عن التولز والريسورسز والبرومتز للالالام موضل. وحسب ريكوست بتاع اليوزر يبتدي الموضل يختار اه انا دلوقتي محتاج تول معينة. مسلا. يبتدي الايجنت ينادي على التول دي. وترجع له وهكزا. دي الميزة بقى في الام سي بي سيرفر ان هو يعني بيرجع لي كل التولز اللي عنده وكل الريسورسز وكل البرومتز. في الراون تايم. طبعا الممكن اكمنيكات عن طريقها كتير جدا. دي اكزامبلز ليها. جاتا بيز. وكزا. الكومنيكيشن بيكون عن طريق جيسون ار بي سي فرمات. انا ككلاينت بنادي على السيرفر. بقوله دلوقتي فيه مثل معينة انا عايزها. والبرامتر بتاعتها واحدين تلاتة. السيرفر بيديني يا ما بيديني ان حصل الكود بتاع الارر الماسج الديتا. كمان السيرفر بيديني نوتيفيكيشنز. عزي بقى نبتدي ان اعرف ازاي نعمل سيرفر وازاي نعمل كلاينت. انا عندي هنا داريكتوري لرن ام سي في. حاجة هنا وقوله نيو فاي. فيتون فاي. حسامي سيرفر دوت باي. بنزل ام سي في باكتج عن تري باب انستال. ام سي في. حاجة هنا اقوله فرم. ام سي في دوت سيرفر دوت فاست ام سي في. بعد كده حعارة ام سي بي. بيساوي ام سي بي. حتدي له نيم مسلا ديمو. حعرف فونكشن العادية. مسلا ساي هلو. ابعت لها النام وتقول لي هلو النام. نايس تو ميت يو. لكن هنا حتدي له ديكوريتور. ام سي بي. دوت طول. ودي اللي هتعرف السيرفر ان انا عندي طول دلوقتي. هعرف طول تانية بسيطة. زي كل مرة. ودي اد. بتجمع رقمين. كالمعتاد. وفي الاخر هقول له. يعمل ران. بس كده. انا كده عرفت السيرفر. بدل ما عرفته بالطريقة دي هو بيشتغل عن طريق ستاندرد اي او. الكممنيكيشن بين السيرفر والكلينت دلوقتي هتكون عن طريق ستاندرد اي او. يعني ايه الكلينت ممكن هو يقوم السيرفر ده. يبتدي يتعامل معي يكومنيكيات معي. ازاي? تعالي نعمل كده. بايثون. حسنعميه دوت باي. بعمل امبورت لأسينك اي او. بعد كده بعمل تعالي نشوف ازاي نستخدم الكلام ده. هعرف المين فونكشن اسينك دف مين. حقوله دلوقتي عندي سيرفر برامترز. دي بتساوي. ستاندرد اي او سيرفر برامترز. وهنا هعرف له زي كومنيكيات مع السيرفر. او ما انا اصح عشان اشغل السيرفر بقوله دلوقتي في كوماند. وده هو بايثون. والكوماند ده هي سيرفر دوت باي. اكيني بقوله دلوقتي شغل في الكونسول عندك اكتب تحت كده بايثون سيرفر دوت باي. يعني اكيني براني السيرفر من جوه الكلاينت. ودالي بيعملو مسلا لما تيدي له انت برامترز. يبتدي هو ويعمل له ويتعامل معه. يكومنيكيت معه. بعد كده عن طريق ساندر اي او كلاينت. يبعث له السيرفر برامترز. اللي هي دي. والكلاينت ساشن بعد كده هو اللي هيتعامل مع السيرفر. يعمل للكونكشن. بعد كده اسأله عن التولز اللي عندك. ودي اللي قلنا عليها. يعني مسلا لو دست هنا. وعندي وعندي ودي الميزة في الموضوع. ان انت بتقول له ايه اللي عندك? ايه اللي موجود عندك? ايه التولز اللي موجود عندك? ممكن اطبع التولز كلها عشان اتأكد ان انا عملت كومنيكيشن. ومش هكامل انا بس هيعايز ويتبع عشان اتأكد ان انا شغال صح. وهقوله دلوقتي دوت ران. عشان كل دي المين? اللي هي دي. تعال كده نشغل ونشوف هيحصل ايه? هيجي انا. وده اللي حصل. عمل مع السيرفر. اول حاجة شغل السيرفر. عن طريق الكوماند ده. بعد كده قال له هاتلي التولز اللي موجودة عندك كلها. قال لي انا عندي تول اسمها بتاعها والارجومنتز وهكذا. تعال كده نجرب وندي على التولز دي. عشان تعرف او ازاي حينادي عليها. هقول له مسلا الريزولت. كل حاجة عن طريق هقول له قويت. ساشن دوت. هنادي على تول معينة. التول دي اللي هي مسلا اد. يبقى دي. حابقى اتلاع ارجومنتز ايه? زي مكتوب هنا. يبقى الارجومنتز. كن عن طريق جيسم فورمات. انا عندي هنا بيقول لي ارجومنتز ايه و بي. اللي بحاوله هنا بتاعتي. عبارة عن مسلا. والبي عبارة عن اطبع لي بعد كده واشوف كده ايه اللي حيصى. تعالى نعمل الرن. الرزولت عبارة عن تري. اللي هي تكست. عايز اجيب التكست لوحده. حاولي دلوقتي اطبع لي اللي هو الجزء ده. اوف زيرو دوت تكست. عشان نعرف جبنة دي منين. تعالى نعمل بريك بوينت. هعمل كده الديباج. افالويت اكسپراشن. دي رزولت. هنا الكونت. اوف زيرو. دوت تكست. يبقى تعالى نخلي دي تن. واقول له رن. اداني تولب. دي كانت اول طريقة. ان انا عملت مع السيرفر عن طريق ستاندرد اي او. تعالى بقى نكمنيكيت عن طريق اس 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 اي. هعمل ايه الفرق? هاخد الكلام ده كله كده زي ما هو. احطه عندي هنا. هاجي هنا عند وانا بانشيلايز السيرفر. حاوله دلوقتي ان الهوست. هو اللوكال هوست. والبورت هتديه للبورت اللي نعايزه. تمام? دي اول حاجة. تاني فرق بسيط هنا حاوله دلوقتي ان انا بتاعي الباران اس اس اي. يبقى الفرق هنا بس. لان انا هنا زودت الهوست. والبورت. وهنا زودت تعالى بقى ان اعمل هقوله دلوقتي اعمل ساميه هاخد برضو الكودتو على بتاعي. هعمل واحشوف الفرق. هنا الفرق بدل ما يكون ستاندرد اي او كلاينت. هيكون اس اس اي. اشيل كل ده. دي اول حاجة. وهنا برضو هكونكت عن تري اس اس اي كلاينت. هتديله هنا سيرفر يوريل. ما فيش بقى سيرفر برامترز. لان اديل كانت بتشغل السيرفر. لكن انا هنا عندي سيرفر اريدي هيكون رانينج. هقوله دلوقتي كومنكات عن تري اتش بي. والبورت بتاع السيرفر. تمانين تمانين. سلاش اس اس اي. مش هغير حاجاتين خلاص. مش محتاجي هنا خلاص. مش محتاجها. ولا هنا محتاج سيرف برامترز. هنا قلت له اليوريل بتاع السيرفر. اللي انا عايز كونكت عليه. وده الفرق الوحيد. تمام? وهنا بقى اس اس اي كلاينت. تعال بقى نعمل ران. للسيرفر الاول. حاجة هنا اقول له سيرفر اندرسكور اس اس اي. هي مشكلة. تمام. تعال كده نجارب تاني. غالب ان انا مش اغلل بنفس البورت. اقول له اصلا. تعال حتى نقول له تلات تلاف. برضو اربعة تلاف. كل ده شغال وانا مش وقت بيه. لا فيها غلط. طب اربعة ثمانيات. اشتغل. انا مش شغل حاجات كتير ومش وقت بيه. طيب تمام. حاجة هنا في واغاير برضو. نخليه اربعة ثمانيات. بس تعال الاول كده ندوس على اللينكة دي. هكتب له هنا سلاش اس اس اي. هنا يبقى هو ومستاني ايه كمميكيشن. تعال ابقى ان جارب دلوقتي ان كونكت عن ترير كلاينت. اولو بايثون. كلاينت. اه اذا تقلع الفلدر الاول. سيدي. يوتيوب. لن ام سيبي. كلاينت اندرسكور اس 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 اي. هنا قال لي حصل كمميكيشن من الكلاينت. تمام? وهنا الكلاينت طلع لي الريزولت. اللي هي دي. تان بلاس مفروض ستقبل نيم. يبقى انا حكتب نيم. اصلا احمد. هلو احمد. كده انادي على المثل التاني. وهنا برضو قال لي حصل كمميكيشن. يبقى كده ببساطة يا جماعة عملنا سيرفر كلاينت. عملنا سيرفر عادي. عشان انادي عليه. عن طريق. وزي ما اتفقناها لما انت بتشتغل مسلا بكلود. انت بتقول له الكوماند وبتقول له كمان. وبعد كده في الكود. في الكلاينت بتعمل الكوميكيشن مع السيرفر. او بتقول له عايز كل التولز اللي عندك مسلا. وبعد كده تقدر تعرف كل التولز. ودي اللي بتقدر تبعاتها للالالم. عشان يعرف كل التولز الموجود عندك. وبنفس الطريقة بتلست تنادي على تول معينة عن طريق تدي له بعد كده بتجيب لما يكون بتقول له بتاع السيرفر. من هنا تقدر تعرف ازاي بقى تعمل كوميكيشن مع سيرفر. وده ان شاء الله هنشوفه المرة الجاي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.